أستاذة سيامي اللي هو بيها تتفضل سلام عليكم يا عم الشيخ بخير يا حمد تفضلي عليكم سلام عليكم تفضلي يا فند إذن حددك وصحة 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 ومفضل ومنعمة يا فند الحمد للرب العالمين سؤالي لحضرتك هل يجوز ختامة القرآن على الموبايل أثناء الحيض آه أنت حددك بتسأليني هل يجوز أن أنا أقرأ من الموبايل كده بعينيكي مش كده بالضبط يا فند بعينيكي وانت مسكة الموبايل طيب أجابة لحضرتك آه يجوز أن أنت تقرأ بعينك مش بلسانك من الموبايل لأن الممنوع هو أن أنت تتلي القرآن تتلي القرآن يعني أن أنت تحرك لسانك بالقرآن ولكن إذا أنت قرأت بعينك والموبايل ليس مصحفا لأن الموبايل ده تأبليكيشن وفيه عدة برامج أخرى فهو لا يأخذ حكم المصحف يعني لا يأخذ حكم أحكام المصحف في مسألة الحمل ومسألة اللمس ومسألة وجوب الطهارع لحمله أو مسه وعلى ذلك يجوز أن أنت تختم بعينك من الموبايل وليس هناك شيء في ذلك نعم